قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تؤكد حرصها على التواصل لتفاقي ملء وتشغيل ملزم قانونيا لسد النهضة يحقق المصالح المشتركة من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا لأقصى استفادة ممكنة من السد في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة وعدم حدوث أيضا ضرر لدولتي المصاب بمصر والسودان وأكد مدبولي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مصر تبدي اهتماما باستئناف المفاوضات في أقرب وقت وذلك بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف أخذا في الاعتبار أيضا بما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل والتي يعد النيل الأزرق مصدرها الأساسي وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق التنمية في جميع دول حوض النيل كان دائما من أولويات مصر وذلك من خلال تقديم المساعدات والخبرات التي تسم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول وأكد مدبولي أن مصر تعرب عن أملها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة لما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمية